بدأت شركة أديدس الألمانية المصنعة للأدوات والملابس الرياضية العمل على إنهاء صفقة رعايتها للاتحاد الدولي لألعاب القوى قبل أربع سنوات من نهاية العقد المبرم بينهما والممتد لأحد عشر عاما وذلك على خلفية فضائح الفساد والمنشطات التي هزت أم الألعاب الرياضية وهو ما يعتبر خرقا لشروط الاتفاق وكانت لجنة مستقلة تابعة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات كشفت في أواخر العام الماضي عن عمليات ممنهجة واسعة النطاق لتعاطي المنشطات في روسيا واتهامات للاتحاد الدولي وجود فساد في أعلى درجات المؤسسة تحت قيادة الرئيس السابق الأمين دياك